دي نقطة مهمة كنت تنشوي دي نقطة مهمة الفكرة انه هنلعب مباراتين مئة وعشرين دقيقة على التوالي دي هترهيكنا جدا في مبارات الكامير ولا هنقدر نتخطى هذا الأمر اقول لك حاجة كريمة هو بالنسبة للفريق او بالنسبة للعامل البادمي عند الفريق وانت بتلعب المئة وعشرين دقيقة او بتلعب تسعين دقيقة خلينا اقول لك ان انت من الممكن من الممكن تكون تلعب تسعين دقيقة فقط وتبزل مجود اكتر من المئة وعشرين دقيقة ممكن تكون مغلوب فتبزل المجود مضاعف اكتر عشان عايز تتعادل وتتكسب وت Jamaز تريد التحفظ على المكسب فتبقى المجود في التسعين دقيقة اكتر من مجود متعود وعشرين دقيقة لك تلعب مئة وعشرين دقيقة وتلاقي اللعب واقف يعني كي اللعب السلبي يعني ما فيهي المجود الكبير اللي موجود لكن لما تجد تشوف المنتخب المصري في المية وعشرين دقيقة في كل مبارات لا هو في استمرارية في استمرارية اللعبة للفوز حتى مباراة كود دفور اللي خرجت بضربات كده لكن كان فيه استمرارية القتال ان احنا عادينا نخلص في البدش ولما تيجي تشوف احنا الجن يعني عايز اقول ايه الجن اللي دخل فينا في مطر المغرب كان دخل بدري اوي ودخل بدري اوي ده ساعدنا كتير لان احنا بنقدي الاداء الهجومي مع الحرص الدفاعي لكن الاداء الهجومي وبقى فريق المغرب تحول لفريق عايز يدفع عن الهجوم اللي جابه وخاصة ان مطشطنا مع المغرب كلها نتائجها كلها عبارة عن واحد سفر واحد واحد سفر سفر اتنين واحد يعني النتائج مش نتائج دايما ايه فيها سكول لفدقة من الفدق يعني غالبا بتخلص بنفس النتائج الصغيرة دي فكان فيه عندنا المجود اللي مبزول انا مش شايف ان المجود المبزول ده هيبقى حاملة على اللعيبة مش هيبقى حاملة على اللعيبة خلاص لان احنا في الدورات المجمعة كريم خلينا اقول لك على حاجة في الدورات المجمعة انت بتبقى المدرب بيشتغل اللعيبة تحت عينه اللعيبة قاعدة مع بعض على طول ما عندهمش اي اماكن او اي مجود بيبزلوه بعد الجرعات التدريبية او النظام التدريبي او الحاجات الحديثة في عملية الاستشفاء والعودة للمستوي الكلام ده بقت دلوقتي انا عايز اقولك على حاجة احنا يعني مثلا كتير في معسكراتنا بتلاقي كل اللعيب جاي وجايب مع جهاز بتاعه الشخصي اللي شريه اللي بيعمله استعادة الاستشفاء بتاعه اللي بيقدر يشتغل به علشان يعمل دي حقيقة موجودة ولو رجيت رجعت لعيبة بتين هتلاقي كل واحد يعني احنا مثلا لما كنا في الارباء كل واحد اللي جايب جهازه معايا شايله معايا زي اللي معانا في الجهاز الطبي هو كمان عنده جهاز شريه وبيشتغل به خلاص اللي عايب بقت حياته هي كرة القدم فالنهاردة الرجوع للمستوى الفني والبدني ده بيبقى بيرتبط كمان بحاجات كتيرة بيرتبط بالهدف اللي بوجود ايه تالنهاردة وصلت لدولة 4 النهاردة وصولك لدولة 4 تب تلعب مباراة عشان توصل تلعب النهائي النهائي ده احنا في اخر بطولة اللي عبناه كتب 2017 خلينا اقول ان عندنا فرصة كبيرة باذن الله ان نوصل للمباراة عندنا عندنا فرصة ان نلعب مع الكاميرو مباراة كبيرة عندنا الكاميرو مش في الأصغيرة الكاميرو في الأكبيرة لازم نعترف برضه في الأكبيرة وعندها انكانيات كتيرة وعندها لعيبة مميزين وعندها عدد من اهدف كتيرة جاءة في البطولة ايا كان من نوع الخصوم أنا ما بقولش على الخصوم مين ما هو عنده المجموعة دي لاحظ أن يتآهل منها فرقتين لدولار بعض يعني الكاميرا ما بيكون فرقتين يتآهلوا فلاحظ برضو أن المجموعة مسهلة المجموعة قوية وخلينا أقول أن المباريات كمان لما بيبقى الفرقتين كبار فالمبارياتين لما بيبقوا كبار بيبقى فيه شوية خوف من بعض لكن المشكلة في البطولات المجمعة دي أنت تخاف من الفرقة الصغيرة يعني بيبقى لها تأثير أكتر يعني احنا كان عليها تأثير أكتر من فريق السودان تأثير أكتر يعني ما كانش عندنا التأثير من فرقة كودفار أو فرقة المغرب لا كل عمل بيبقى حريص بيبقى بيقدي بيبقى بيشتغل فده اللي أنا شايفه شايف إن إحنا بإذن الله بإذن الله عندنا فرصة كبيرة دلوقتي إن انت تبقى عندك الدافع القوي قوي 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 اللي يبقى عندك مطشن بطور عشارة ثلاثة مع مع بإذن الله سنغال يوصلوا كل كلاس العالم تقولوا آه لسه كلام فيهم بدري ولسه كلام فيهم بعديه بس اتفع من دلوقتي